اشتركوا في القناة كان اماما ورجل دين من العاصمة وفي الفترة بين 2017 و2019 توطدت علاقة المودة بين الرئيس تبون والامام ورجل الدين القريب جدا من قلبي الرئيس حتى ان الرئيس حتى اخر الايام قبل تنصيبه رسميا رئيسا للجمهورية كان يتواصل يوميا مع صديقه المقرب الذي رافقه في فترة المحنة ووقف معه عندما تخلى عنه الجميع الرئيس تبون كان دائما على صلة مع رجال الدين والائمة تحديدا ويحب الجلوس اليهم لكن هذه الحالة هي لصداقة توطدت بين الرجلين في ظروف عصيبة